والحديث أكثر نضم إلينا من إسطنبول أحمد زكريا الصحفي السوري المعارض أستاذ أحمد يعني أكثر من مئة قتيل في منطقة الراشدين برأيك من يتحمل مسؤولية هذه العملية وما هو الهدف في هذا التوقيت الحالي مساء الخير أخي الكريم يوم دامي جديد في الداخل السوري رحى ضحيته بحسب توثيقات الدفاع المدني وتواصلنا مع مصادر هناك في الدفاع المدني أكدوا أن أكثر من مئة قتيل تم انتشار جثثهم من مكان الحادث ومكان أدل تفجير إضافة لإسعاف أكثر أو المئات من المصابين الجرحى بينهم نساء وأطفال من الواضح سيدي الكريم بأن النظام هو من يقف وراء هذه الأفعال الإجرامية اسمح لي فقط أن أوضح هذه النقطة الأهمة جدا وفي هذا التوقيت بالذات سيدي الكريم النظام يحاول التغطية على جريمة الكيماوي التي استدفى بها مدينة خانشيحون بعد أن كسبت الثورة دعم سياسي وربما كان من المفترض أو من هناك آمال بأنه ستكسب دعم عسكري فهو يحاول كسب الرأي العام الدولي واستمالته لصالحه بهذه الجريمة وإلساق التهمة بالثوار بأنهم هم من يرتكب الجرائم بحق المدنيين العزل وأنهم إرهابيون وأنه يحارب الإرهاب وهذه الشمعة التي يتبجح بها دائما منذ جينيف 2012 وحتى اليوم وهو يقول بأني أحارب الإرهاب هو مصنع الإرهاب وهو من افتعل الإرهاب وهو من صنع الإرهاب لتأتي اليوم الجريمة هذه ويقتل أكثر من مئة مدني بينهم نساء وأطفال بتفجير هو من يقف وراءه للتغطية على جريمته بالسلاح الكيماوي نعم سيد أحمد إذن ما هي انعكاسات تلك العملية على الوضع الميداني وخاصة استهدفت مناطق موالي النظام يعني انعكاساتها وهل ممكن أن يستغل النظام يعني هذه الفرصة لردة فعل لاستهداف المهجرين مثلا في الزبداني ومضايا نعم بالفعل أيضا هناك كان تخوفات حينما وقع التفجير عصر اليوم تقريبا كان هناك تخوفات من المهجرين من أهالي بلدتين مضايا وبقيم بداية هم من يتواجدون في الحافلات أكثر من 2250 شخص بينهم نساء وأطفال عانوا أشد المرارة وهم ينتظرون عند منطقة الرموسة ليأتي هذا التفجير الجبان والمدان من قبل قوات النظام أو من قبل رأس النظام بشار الأسد هناك مناشدات خرجت من أهالي بلدتين مضايا وبقيم كانوا يتواجدون عند منطقة الرموسة يتخوفون بأن يقوم هذا النظام المجرم باستهدافهم بأعمال انتقامية تواصلنا مع أحد المصادر كانت متواجدة ضمن الحافلات في منطقة الرموسة من أهالي بلدتين مضايا وبقيم أخبرون بأن منطقة خان العسل القريبة منهم هناك تخوفات بأي يتم استهدافهم لكن اليوم هناك أيضا أهالي بقيوا في مدينة الزبداني هذه المدينة المحاصرة والتي تعاني أيضا ما تعانيه كل المناطق المحررة وكل المناطق التي يتم فيها تهجير قصري وتهجير ديمغرافي وهي جريمة حرب والكل يعلم ذلك أهالي مدينة الزبداني اليوم بين فكاي كماشا يعني من ميليشات حزب الله من جهة والميليشات الإيرانية من جهة واليوم يعني بعد هذه الجريمة النكراء ربما يرتكب أو ترتكب قوات النظام أعمال انتقامية بحق المدنيين المحاصرين المتواجدين والذين لم يتم تهجيرهم حتى الآن ومن غير المعروف متى سيتم تهجيرهم ربما تكون ورقة ضغط يريد استعمالها النظام على فصائل الثوار لإرضاقهم لتمرير بعض المصالح أو لتمرير بعض المصالح الدولية ربما وكسب مصالح سياسية أخرى لذلك نناشد المجتمع الدولي ونناشد الأمم المتحدة بحماية أو بضرورة حماية البدنية والتحرك بشكل عاجل لحماية أهلنا في الزبداني وحماية أهلنا أيضا القوافل اللي خرجت من بلدة مضايا وبقين باتجاه مناطق إدلب كي لا يتعرضوا لأي عوائق كما أشرت سيد الكريم نريد من المجتمع الدولي تحرك جدي وفاعل هناك جريمة حرب ترتكب وهي التغيير الديمرافي والتغيير القصري برعاية إيرانية برعاية روسية كان هناك اجتماع ثلاثي في موسكو روسي إيراني لرأس النظام أو ليوفد النظام وزير خارجيته ولد المعلم الكل يتآمر على الثورة السورية الكل يريد تهجير المدنيين العزل وإحلال سكان آخرين ميليشيات شعية آخرين في تلك المناطق المحررة في الداخل السوري نعم وصلت الفكرة من سنبول أحمد زكريا الصحفي السورية المعارض شكرا جزيلا لك